اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من يتفكرون يكاد لا يخلو دين من الاديان سواء السماوية او الوضعية من روايات وحكايات عن احداث وقعت في ماض قديم وهي التي اصطلح على تسميتها الرواية التاريخية الدينية وكان المؤرخون قديما يعتمدون الروايات التاريخية الدينية والواردة في كتب الاساطير كما الحمد جلجامش كوقائع تاريخية فعلية بني عليها نسق التطور التاريخي البشري ويستند الى ذلك النسق وتلك التصورات التاريخية في تأسيس شرعيات حكم وسياسات وحقوق مزعومة حتى انها تضع محددات للعلوم الطبيعية ايضا والانسانية فالطب والبيولوجي وعلم الفلك تأثر تطورها برواية الخلق الدينية وتمت اقامة دولة اسرائيل بناء على مزاعم تاريخية دينية تربط يهود العالم بارض فلسطين من هنا تأتي اهمية دراسة الرواية التاريخية الدينية واخضاعها لادوات البحث العملي والعلمي بما يخدم الحقيقة التاريخية وينقي التاريخ معرفيا ومنهجيا من رواسب الاساطير كذلك البحث في اصول الروايات التاريخية الدينية بما يساعد في فهم الخيال العام للمجتمعات الانسانية القديمة التي عاصرت ظهور الديانات حلقة اتوقع ان تكون شيقة ودسمة بالمعلومات والقراءات التاريخية مع ضيفين من اهم الباحثين العرب وحتى على مستوى العالم في التاريخ القديم ارحب بضيفية دكتور فراس السواح من سوريا الباحث في تاريخ الاديان اهلا بحضرتك اهلا بيك ودكتور خزعل الماجدي من العراق باحث في تاريخ الحضارات والاديان اهلا بحضرتك هنشوف تقرير صغير مع بعض وبيضع زوايا رؤية جديدة واخرى لموضوع حلقتنا اليوم ثم نعود لم تكتفي الاديان خاصة الابراهيمية بوضع احكام قيمية واخلاقية ومطالبة اتباعها بممارسات تقصية معينة بل قدمت ايضا روايتها الخاصة لاحداث التاريخ ومجريته اهمها على الاطلاق رواية الخلق التي نجدها واحدة في الديانات الثلاث اضافة الى قصص شعوب وقبائل وشخص حفلت بها الكتب المقدسة وعلى مدار قرون كان يتم التعاطي مع الرواية التاريخية الدينية كمرجع تاريخي الى ان نشأ علم التاريخ الحديث ووضع معايير للبحث التاريخي تعتمد على الكشوف الاثرية والوثائق المثبتة وهنا حدث التمييز بين الرواية التاريخية التي يدعمها علم التاريخ والرواية التاريخية الدينية المذكورة في الكتب المقدسة ومن ابرز الروايات التاريخية الدينية قصة الخلق الطوفان الكبير او طوفان نوح عصى موسى وانقصام البحر التيه اليهودي اهل الكهف سليمان الحكيم وكثير من تلك القصص او الروايات التاريخية الدينية مشتركة بين الاديان الثلاثة بل ويرجعها باحثون الى اديان قديمة سابقة على الابراهيمية مثل قصة الخلق وطوفان نوح المذكورتين بوضوح في ملحمة جلجامش موسى وانقسم رجال الدين بين من يرفض التشكيك في تاريخية الروايات الدينية ومن اعتبر ان تلك الروايات جاءت حاملة لعبر ومعاني قيمية قدمتها الكتب المقدسة على شكل قصة ليسهل فهمها وتقبلها من الناس والمهم المضمون لا حامله لكن بالمحصلة اصبح جليا اليوم ان الروايات التاريخية والروايات التاريخية الدينية يسيران في خطين متوازيين لا يلتقيان موسيقى عدنا ويتفكرون وموضوع حلقاتنا اليوم عن الرواية التاريخية الدينية وضيفية دكتور فراس السواح ودكتور خزعل المجدي دكتور فراس الموضوع محتاج حلقات وحلقات لكن سنحاول في خلال تلك الدقائق ان احنا نغطي موضوع الرواية التاريخية الدينية وابدأ بمقولة لحضرتك عشان نشتبك مع الواقع مباشرة دكتور فراس قال في احدى حواراته على العالم ان يتخلى عن الايمان حين يدخل المختبر وان يتخلى عن البرهان عندما يدخل الى المسجد او الكنيسة اعتقد هذه الجملة نحتاجها بشكل ملح جدا الان ونحتاج ان نفهمها من دكتور فراس يعني ايه يتخلى عن الايمان عندما يدخل المختبر يضع ايمانه خارج المختبر لا يتخلى عن الايمان يضع ايمانه خارج المختبر وبعدين لما يخرج من المختبر يخلع التوب الابيض بتاعته ويطلع بعده يعني لا علاقة لهذا بذلك اه طب وهو يعني الايمان الديني ما كانه في القلب الايمان البرهاني القناع البرهانية ما كانها في العالم لذلك اقول دائما انا اذا اردت ان تجد الله ابحث عنه في قلبك واذا لم تجده في قلبك فانك لن تجده في اي مكان اخر ان لم تجده في قلبك فلن تجده في اي مكان اخر طب موضوع حلقة تباك اهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم انت هتدور على ربنا شوفه بوا لا تحاول ان تمزج بين القناعة العقلية والايمان الديني طب هما شيء امراني مختلفان وهذا ينسجم مع طبيعة الدماغ عندنا في الدماغ شق او نصف ايمن ونصف ايسر ايوه النصف الايمن يهتم بكل ما هو عقلاني ومنطقي ونصف الايسر يهتم بما هو حدث حدسي المعرفة الحدسية والمعرفة الجمالية فالفن والجمال والدين هو في الجانب اليسري الايسر والفلسفة والعلم والاخرية هي في الجانب الايمان فالبشر عندهم طريقتين في التفكير طريقة يمنى وطريقة يسر ولا يمكن الا الفصل بينه كما هم منفصلان في الدماغ فما اقوله هو ينسجم مع علم البيولوجيا وعلم تشريح الدماغ وما صدنا نعرفه الان عن الجملة العصبية وغائفها اذا لا نخلط في معملك انت منفصل تماما او تخلى عن هذه القناعة الايمانية ولا تخلطها في المختبر نعم نحن في علم ولك كتاب شهير اسمه علم الاديان نعم التاريخ والرواية التاريخية كمرجع ودي شفناها كانت خناءة كبيرة في مصر مع طاع حسين في عودته الى المرجعية التاريخية والشك الديكارتي فيها نعم علم والاديان النسبي والمطلق نعم كيف تطبق على الاديان ما هو نسبي وعلمي نعم كيف الحقيقة هو علم الاديان الآن بات معروفا ويعني يدرس في الجامعات الغربية بشكل خاص على انه احد العلوم الانسانية لم يعود كما كان في العصور الوسطى كجزء من العقيدة كان مؤدلجا في العقيدة لان من يمارس كتابة هذا العلم في اغلبهم كما تفضل الأستاذ فراس يدمج بين العقيدة بين الايمان وبين العلم فصل هذا الموضوع على يد ماكس مولار في تقريبا منتصف القرن التاسع عشر ونشأ ما يسمى بعلم الاديان كأحد العلوم الانسانية يعني نحن نقول على سبيل المثال علم الاجتماع ايضا المجتمع كتلة هلامية لا نستطيع ان نتثبت من تفاصيلها ولكننا علم الاجتماع ندرس فيه المجتمع فهو احد العلوم الانسانية الراسخة علم الانسان يدرس الانسان كفاعلية مع علاقته بالاخرين علم السياسة يدرس السياسة علم الاقتصاد يدرس الاديان دراسة علمية ومنهجية بمعنى هو غير معني بان هذا الدين كبير او صغير غير معني بان لا يناقش مسألة الله موجود او غير موجود هذا النص صادق او كاذب هو يدرس النصوص ويحللها ويعطى النتائج فهو يجب ان يكون من حيث المبدع علم حيادي غير ملحاس ولذلك هذا الكلام يتطابق مع ما تفضل به الاستاذ فراش اننا في العلم يجب ان نكون حيادين قدر الامكان يعني يجب ان لا ننحاج يعني انا مسلم عندما ادرس الاسلام يجب ان لا اخلط انتمائي او يعني للدين الاسلامي مع بحثي العميق والدقيق وغير المنحاج لهذه الديانة وهذا ينطبق ايضا على ديانة اخرى تبدو معارضة الاسلام لكن يجب ان يكون حيادي انا فيها دي يعني تنقلني دكتور فراش هل ده مش ينزع القداسة دكتور فراش لما يدخل على بحث تاريخي يتعلق بقصة الخلق بقصة البعث بقصص موجودة في القرآن ويكون حياديا ويرجعها الى مثلا اسطورة عراقية موجودة او او هل هذا لا يؤثر على علاقتي بقداسة النص مشاهد دلوقتي يقول اذا طبقت عليها العلم انت بتعمل خلل في ايماني عندما تدخل بمثل هذه المنهجية العلمية ترد عليه تقول لي لا انا اولا انا انطلق من منطلق متعاطف مع الدين منطلق متعاطف مع الدين انا متعاطف مع الدين طبعا وافهم التجربة التي تخود الانسان الى الدين افهمها تماما اذا نحن نمر بتجربة دينية ونفهمها نجب ان نسفيد من هذه المرحلة التي مررنا فيها بتجربة دينية هناك تجربة دينية اعمق وهي تجربة يتشارك فيها كل انواع البشر وهي لصيقة بالانسان الى حد انني ادعوها بالدافع الديني في كتابي دين الانسان قلت دراسة في منشأ الدين في دراسة في ما هي الدين ومنشأ الدافع الدين الدافع الدين اعتبرت ان هناك عند الانسان دافع ديني وقلت في المقدمة ايضا انني اصف الانسان بانه حيوان متدين بمعنى اننا لا نستطيع ان نجد مرحلة من المراحل مر فيها الانسان عبر تطوره عبر تطوره الثقافي لم يكن لديه فيها دين الدين نشأ نجد بوادره في عصر الهومو ايركتوس المتأخر قبل تسعمائة الف سنة الانسان عندما انتصبت قامته بالضبط وجدنا ان الهومو ايركتوس يدفن وموتاه وفق طريقة خاصة وكأنه يؤهلها الانتخال الى عالم اخر عندما نجد مفهوم عالم اخر مستوى اخر للوجود مقابل المستوى المادي هنا ندخل عتبة الدين نحن ندخل عتبة الدين عندما نلاحظ وجود مقدس ودنيوي عالم اخر عندما اقول عالم اخر لا اقصد انه عالم الجنة والنار والاخر لا هناك وجود موازي هذا الوجود هو الوجود القدسي وفي الاسفل هناك الوجود المادي عندما نتلمس وجود عالم مقدسات وعالم دنيويات نحن نلجي الى عتبة الدين ومثل هذا النظرة التي تميز بين المقدس والدينويات ليس التي تميز التي تكتشف او ترى وجود مستويين الوجود مقدس ودنيوي بدأت منذ وقت مبكرا جدا منذ ان بدأ الانسان يستقل عن المملكة الحيوانية وتوضحت بصورة اكثر في عصر النياندرتال في قبر النياندرتال نحن نجد بوضوح كيف ان جثة الميت معدل الانتخال الى مستوى اخر للوجود الى عالم اخر عند هذه المرحلة ام تكن الالها قد وجدت يعني وجود الالها او عدم وجود الالها ليس مؤشرا على الدين الدين كما اخلت احساس داخلي بوجود عالم قدسي اخر يقتحم عليك ساعة الشعور يقتحم عليك ساعة الشعور دي هو مهم هنا ان احنا نؤكد ودكتور فرس سواح في بداية كلامه قال انه من منطلق متعاطف ودي نقطة مهمة جدا جدا ولكن هناك سؤال ايضا عن قدسة النص عندما يذكر لك شخص ان العراق هي التي جاءت بالفكرة اليهودية ثم المسيحية ثم الاسلام كله اتى من رحم اساطير العراق وصدمت من سيجيب على هذه الصدمة ويفسرها لك بعد الفصل عدنا ويتفكرون والرواية التاريخية الدينية وفتحت لنا افاقا اكثر واكثر واسئلة هم مشاهدين كثيرين يريدون ان يفهموا من ضيفية القامتين العظيمتين اللي معايا النهاردة في الاستوديو دكتور فرس السواح ودكتور خزعل الماجدي وكنت قبل الفصل دكتور خزعل عايز احل الاشكالية اللي في ذهن الناس عندما يقرأ كتب دكتور خزعل او دكتور فرس ويقول ان انتو عايزين تخدوني من المنطقة كمسلم مثلا نعم ان هذا شيء جديد منزل علي انتو بتعودوا تقولوا جلجامش قال والطلع وحوى وآدم والضلع وكل هذه الاشياء كانت موجودة في هذه الاساطير نعم الا يخدش هذا ايماني لا اعتقد لماذا لانه بمجرد تصور ان الاديان مترابطة يعني منذ ما قبل التاريخ وحتى يومنا هذا ليست منفصلة عن بعضها هي مترابطة بالاساس فكيف اذا اتينا الى اديان في منطقة واحدة اي ذات تراث حضاري يكاد يكون مشترك يعني مشتركاته كثيرة جدا فاذا تحدثنا عن اديان الشمولية التي هي اليهودية والمسيحية والاسلام بالتأكيد ان اليهودية تفضل اسم الشمولية اكتر من السماوية نعم تفضل الشمولية لانه هي اديان حاولت ان ترفع من مقام الاله لدرجة انه شامل على كل البشر لان كانت الاديان في الحضارات القديمة ذا طبع قومي لكن الاديان الثلاثة صارت شمولية ما نسمى ذا الديانة ابراهيمية قالت لا ان الله واحد لكل البشر فعملت شمول يعني الحقيقة طب المؤسر بقى البابلي والسومالي اتحدى منك يعني الديانة اليهودية هي الابعة تاريخيا اين نشأت الديانة اليهودية هذا السؤال المهم والخطير لم تنشأ في فلسطين كانت يهودة وارشليم ديانة كنعانية الى حد كبير يعني كانوية على الديانة الكنعانية لكن نشأت في بابل عندما وضع الاسر البابليين ومنهم يعني كهنة ورجال دين كثير عندما وضعوا في هذا التجمعهم ولم يزجنوا بصراحة ووضعوا في مكان قريب من نفر تقريبا يعني جنوب بابل الى حد ما وبقوا ما يقرب من خمسة واربعين سنة قبل ان يأتي كورشلي ويحرر قسم من عدهم وليس كلهم هنا ظهر شخص اسمه عزر الكاتب الذي بدأ بحفظ مرويات معينة كانت موجودة سابقا واضاف لها وزملائه فيما بعد في مجمع السنهدرين فيما بعد طبعا اضافوا لها الكثير من التراث العراقي او الرافديني القديم وهكذا بدأت تختلط الامور ولكن هذه انت تعرف هذه اعادة انتاج تراث يعني هو صار خلط بين العقيدة اليهودية الكنعانية وبين التراث الرافديني البابلي حصر لانه كان موجود طبعا هناك ايضا مدونات سومرية والى اخرى فبدأت اعادة انتاج تراث المنطقة بطريقة جديدة اللي هي الطريقة اليهودية واستمر هذا العمل من حوالي سنة اربعمية وخمسين او بعد الاشهر تقريبا الى بدايات القرن الاول الميلادي وتجاوزه فيما بعد مع التلموت الى القرن الاول الى تقريبا الى حد بطليموس الثاني في مصر هو الذي جمع جمع كل التوراة الى حد هذا الزمن كان يعاد انتاج الرواية الدينية على يد الكهنة والحخامات الكبار في الديانة اليهودية هذا ليس لا يتعارض عندما نقول ان هناك جذور للديانة اليهودية في الديانة البابلية وحتى في الديانة الكنعانية هذا لا يتعارض على الاطلاق هذا تراث بشري واحد يعني انا لا يمكن لي ان اأتي واهمل على سبيل المثال الديانة الهندوسية اللي هي مؤسسة جبارة من العقائد وكذا واقول انها لا كذا هذه الديانة لها بشر ولها معلمين كبار ولها ما بين قوسين انبياؤهم يعني اسسوا شيء كبير جدا لا يجوز ان اختصرها بكلمة واحدة في خارج التاريخ هذه شعوب ديانات صينية متعددة من لاوتسي الى كونفورشيوط الى البوذية الى اخرى لا يمكن ان اأتي واقول يعني هي موجودة وحاضرة ملايين البشر فيها ايضا فالحقيقة انا لا ارى مطلقا فاصل في تاريخ الديان انا اراها متعددة لكن هناك نقلات نوعية نقلات نوعية من الممكن ان يكون الانسان مؤمنا ومتدينا وفي نفس الوقت مقتنع بمثل تلك الافكار تماما تماما لا تناقل تماما ابدا لانه انت تحترم الاديان الاخرى لا اكثر ولا اقل وهذا شيء طبيعي دكتور فراس نفس المسألة انا عايز برضو في عشان المشاهد يبقى معانا لما يحصل دراسة في علم تاريخ الاديان ولا اي نص مقدس عندي بيتكلم مثلا عن نبي موسى بمناسبة اليهودية ولا اجد في النقوش الفراعونية ما يساعدني على تأصيل تلك القصة ماذا افعل كباحث هل اظل اسير النص الديني ام اظل ابحث في حفريات وفي نقوش من يبقى اسير النص الديني ليس باحثا ليس باحثا لا طب لو لقيت مضاد مضاد للكلام يعني مش كمان انت بتبحث عن اصل النص الديني يجب ان نفسر نفسر هذا النص يعني نحن دائما اقول اذا كان اراد الله ان يرسل نبيا يجب عليه اولا ان يختار المكان الذي سيبعث فيه هذا الرسول لامكنة كثيرة في العالم عندك من الدائرة القطبية الى الخط خط السوى هناك امكنة كثيرة الله اختار محمد من جزيرات العرب طيب مش عارفين ليه واختاره من جزيرات العرب لا خيار رباني لكن ينفرد ان اختاره من اليونان في ذلك الوقت كيف سيكون الخرآن سيكون باللغة اليونانية سليم وسوف يستقي من الثقافة اليونانية بدل ان نذكر موسى وعيسى وأواء وأواء الأخيه وابراهيم نذكر برمنديس نذكر هيراخليتيس نجد في القرآن نفسه نجد برمنديس هيراخليتيس سقراط هذا التراث سوف يدخل في الكتاب المقدس بشكل طبيعي لو ظهر القرآن في اليونان لن لا استخدم القرآن الثقافة اليونانية لكي ينقل رسالته إلى الناس هل لو ظهر النبي بدل أن يكون عربيا ظهر يونانيا هل يستطيع أن يأتي بما أتى به القرآن العربي؟ لا سيكون مختلفا في القرآن يتحدث عن إبراهيم ومعتدد عن عدد من الديانات وعدد من القصص والأخبار كلها تنتمي إلى هذه المنطقة إذا كان النبي صينيا سوف يحدثنا عن الثقافة الصينية عن كونفوشوس ومينشوس ولاوتسو سوف ينقل لنا رسالة ربنا من خلال الثقافة الصينية ليس من خلال الثقافة العربية إذن كان ممكن للقرآن أن يظهر في أي مكان وأن يعبر أو أن يعطي رسالته من خلال أي ثقافة من الثقافة فظهر النبي العربي النبي العربي ينتمي إلى دائرة الثقافية المشرقية مصر، بلاد الرافدين، إيران، الأنظول، جزيرة العربية هذه دائرة ثقافية واحدة فلابد أن تنطبع الرسالة القرآنية بهذه الثقافة ولذلك أنا لا أتحدث عن تأثير الخصوم القرآن يقولون القرآن سرق من هنا وسرق من هنا وجمعهم مع بعض البعض لا لا بد للخطاب القرآني للرسالة القرآنية من أن تتأثر وتعبر عن نفسها من خلال الثقافة التي ظهرت فيها هذا شيء طبيعي أنا أرى شيء طبيعي لا تكون منفصلة تماما عن الواقع لا بد أن تتأثر بتلك الثقافة وتتفاعل معها تماما لغة ومعالغة لا تأثر أنا وضعت حاجز لا لا تعبر عن نفسها من خلال من خلال معطيات هذه الثقافة هي جزء منها طب يعني النبي النبي محمد بن عبد الله هو واحد من أعظم الشخصيات الفكرية في التاريخ هو ابن الجزيرة العربية ولكنه بنفس الوقت ابن قبيلة قريش قبيلة قريش وفدت إلى مكة قبل 120-130 سنة من ولادات النبي هي قبيلة سورية في الأصل كانت تعيش في بديلة الشام ولها علاقات ثقافية مع الوسط الثقافي السوري ثانيا نسمع الرحلات النبي إلى الشام نظنه أنها رحلتين أو ثلاثة لا ربما أقامها في سنوات في بصرة مثلا بصرة هي المدينة السورية الأقرب إلى الجزيرة العربية وكانت قوافل التجارة تصل إليها وتعلم النبي ليس أميا بمعنى أنه لا يقرأ ولا يكتب ولو كان أميا فانتقال الثقافة في ذلك الوقت لم يكن بشكل رئيسي عن طريق الكتابة عن طريق التعليم الشفائية فالنبي تعلمها وتثقفها طيب كلام الدكتور خزعل عن تأثر الأديانات ببعضها دكتور خزعل هل لا يتعارض مع أن مثلا عندما يقال لك نحن خير أمة أخرجت للناس نعم أن الأديان إحنا فهمينها أو الناس فهمها لأنها ترتيب تصاعدي نعم يأتي الأفضل فالأكثر أفضلية ثم الأكثر أفضلية نعم لكن مسألة التلاقح وهذا التفاعل بيزيب هذه المسألة نعم فإزاي هنفسره أو إزاي هنعمل هذا التصالح نعم لأن أنا جيت كمسيحية أفضل من اليهودية هذا هو الفهم الشعبي الإسلام أفضل من كذا وهذا الترتيب التصاعدي السلمي نعم أنت شايف أنه ترتيب فعلا سلم ولا المسألة مختلفة لا يوجد دين إلا ويرى أن الحقيقة معه وليست مع الآخر مع الدين الآخر يعني مستحيل وإلا كان آمن بذلك الدين الذي سليم فمن المستحيل هناك دين ممكن تفضل لا تفضل تفضل التعليق عادي أفصل الديانات الشمولية التوحدية عن ديانات القديمة نعم نعم في القديم لم يكن الأمان في القديم لم يكن إيمان معين يعتقد أنه وصل بالضبط بالضبط أنا أشكرت جدا عن المرارض نحن نكلم كلامك دقيق جدا لأنه أصلا أستاذ فراس أحببت الإيضاحة نعم هي تلك الديانات القديمة كانت تمتاز بطابع قومي يعني هي أصلا يعني آشور مثلا الآشوريين يعبدون إله آشور لا علاقة لهم بالمردوخ على سبيل المثال ولا علاقة لهم برع ولا يتنافسونها لكل واحد له ديانته التي ليس أنا الأفضل ليس أنا الأفضل ما كانت شاهدينه أنا هذا الإله يعني هو الذي يرعاني آه وهذا هو حتى طابع اليهودية في البداية يهوى يرعى شعبه لا يرعى البشرية كلها هذه كانت سبب ثورة المسيحية المسيح قال لا هذا إله العالم وليس إله اليهود هذه هي الثورة الحقيقية يعني لم يكن هناك تبشير في تلك الديانات لم يكن هناك تبشير في الديانات القديم هذا هو الكلام الدقيق كل الأديان كانت عبارة عن فسع فساء متجانسة وبالمناسبة نادرا في العالم القديم ما نشأت حروب دينية لم تقوم حرب دينية أبدا لم تقوم تاريخيا لم تقوم هذا أكيد آخر أشكرك جدا عني لم تكن الحروب الكبرى نشأت بين الديانات الشمولية فيما بعد نشأت إذن ما يسمى بأفضلية دين على آخر بدأت أكثر تتصاعد مع الأديان الإبراهيمية بشكل خاص والحقيقة هل السبب هو احتكار الحقيقة أو احتكار الجنة هو احتكار الحقيقة يعني أنا الحقيقة معي وليست مع الآخر لليوم إلى اليوم أنت تروح على أي واحد من هذه الديانات كلهم يعني ليش اليهود هم مشعب الله المختار يعني هم يقولون نحن أما البشر الآخرين حتى أنهم يصفون الجحيم يقولون الجنة لنا وحجمها معين والجحيم كبير جدا يضم كل الشعوب الأخرى لا يجوز يعني هكذا هناك تفاصيل من هذا النوع تخيل لهذا الحد وهذا حال أيضا للمسلمين عندما يقولون نحن عقيدة الوحيدة الصحيحة والبقية خاطئين أو منحرفين أو ظلوا أو لم يسمعوا أنبياءهم والمسيحية ترى أنها هي صاحب الدين الخلاص لأنه هي ديانة خلاصية أنه سيد المسيح هو الذي المنتظر الذي انتظرناه في يوم والأيام وسيظهر بالمناسبة سيصبح مدهشا للناس وللجمهور والمشاهدين ما قاله دكتور فراس وما قاله دكتور خاز على أن الحروب الدينية لم تكن موجودة قديما في هذه الأديان القديمة يمكن تكون مفاجأة لكم وبعد الفاصل سأستفسر من دكتور فراس السواح عن كلمة مهمة جدا قالها يشكو علم التاريخ من آفتين هما آفة الهوى وآفة الايدولوجية القومية والدينية أريد تفسيرا بعد الفاصل عدنا ويتفكرون والرواية التاريخية الدينية ومع ضيفي دكتور فراس السواح والدكتور خزعل المجدي والسؤال اللي كان قبل الفاصل عن ما قاله دكتور فراس في أحدى حواراته عن أن العلم التاريخ يشكو من آفتين آفة الهوى وآفة الايدولوجية القومية والدينية هل فعلا علم التاريخ يشكو من هتين الآفتين؟ إلى حد كبير تخلص علم التاريخ في الوقت الحاضر على الأقل يعني صار علم التاريخ فعلا علم أكاديمي في الخارج ولا عندنا عندنا لسا لا نحن نتكلم عندنا ليس عندنا لا لا وحتى وقت طويل لن نبلغ هذه يعني خذ مثلا الدولة العدو إسرائيل المؤرخون الإسرائيليين وعلماء الأثار الإسرائيليين يتبعون منهجا علميا صارما حتى إذا ما وجدوه يتعارض مع التوراة يقولونه لنا وأنا منذ سنوات أتابع ما يصدر من منشورات وكتب وتقارير أثرية من إسرائيل نفسه وحتى كان لي مراسلات مع أحدهم مراسلات شخصية أنا ترسل وأنا تبادل المعلومات فهم علميون علمية صارمة حتى أن أحدهم برهاية كتابه عن أركيولوجيا فلسطين وقدم فيه أحدث ما توصل إليه قال يا سليمان يصعب على روحي الرومانسية أن تقبل بأنك غير موجود ولكنني لم أعثر عليك فأستمحك أعثر لا سلام ده اللي كنا نتكلم عنه لما لأي نص ديني مقدس ومتضاد مع حفريات التاريخية يعني بعد السبعينات عندما نشرت تقارير المسح الميداني الشامي التي قام بها بعد حرب سبع وستين فرق التنقيب الإسرائيلية في مناطق إسرائيل دولة السامرة ويهوذة مشوا على أخدامهم مترا مترا ونكشوا نكشوا الأرض بكاملية يبحثون علم نشروا كتاب مجلد من ألاف الصباحات أركيولوجيا المواقع الإسرائيلية نحن الآن نعتمد على هذه على ما وجده الإسرائيليون أنفسهم طب هل نحن نعاني من آفة الأيدولوجية الدينية والقومية؟ آه طبعا نعاني يعني الهوى يعني الآن في أكثر من قطر عربي هناك مشروع لإعادة تاريخ العرب لكن انظر إلى الأشخاص المختارين مثلا لهذه المساة تدرك مسبقا أنهم سوف ينطريقون من إيديولوجيا معينة طبعا سوف ينطريقون من إيديولوجيا معينة الأرضية من إيديولوجيا الحيازية معينة آه طبعا نكتور خزعل لك أيضا تصريح بالنسبة للرواية التاريخية الدينية آه أنك تفضل أساطير الرافدين عندما تقرأ أساطير الرافدين عن الأساطير الإغريقي نعم هل ده بحكم أنك تنتمي إلى العراق أم فعلا لها خلفية في نواة الأساطير أساطير الرافدين أساطير الرافدين مختلفا مختلفا ومتميزا نعم بس يعني تعليق تعليق بنصف دقيقة أتفضل أضيف الحقيقة أضافة بسيطة جدا التاريخ قبل الأركيولوجيا قبل علم الآثار لم يكن علم كان فنا وأدبا كان فنا وأدبا فيكتب على الهواء يعني مش فقط عنا في منطقتنا من هيرودوت وقبله وبعده المؤرخين المسلمين والمسيحيين لحد ظهور علم الآثار يعني في تقريبا في حدود القرن التاشع عشر ربما قبله بقليل لم يكن علما لم يكن شيء اسمه علم التاريخ علم التاريخ أصبح علما مع ظهور الأركيولوجي مع ظهور علم الآثار فبالتالي إحنا من أورادي يعني هذه المسألة محسومة عدنا يعني أما دخول العاطفة على هاي فنحن نحاول جهد الإمكان الهواء اللي سميت حوارتك نحاول جهد الإمكان أن ننتجع هذا الهواء بنقدنا لأي مؤرخ يميل عاطفيا لدينه أو لدين المعين هذه المسألة لاحقة يعني لكن العلم كعلم نشأ في القرن التاشع عشر علم التاريخ عظيم نعم فيما يخص الميثولوجيا الحقيقة هي مش قصة فقط أساطير وإنما هو هو كعلم معالجة الأساطير علم الميثولوجيا اللي هو علم الأساطير الأساطير الرافة دينية والسومرية تحديدا 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 السومرية وليس وليس البابلية والآشورية والسومرية تحديدا هي بكورية يعني بمعنى هي أول أساطير في العالم كله يعني حتى سبقت المصرية لأنها أبكر يعني أول نص مدون هو وصايا شروباك لهم أنه ليس أسطورة لكن مثلا معبد كيش ترنيمة لمعبد كيش في 2600 قبل من هذا يعتبر أول نص مكتوب يعني مكتوب عفوا بأي معنى فيه جمع متساوقة وقادر اللغة على أن تعبر عن نفسه في الكتابة وبالتالي الأساطير السومرية هي أول الأساطير يعني هي تشقق الفجر نقول عليه هذه تمتاز ببكورية وبأصالة لا توصف صراحة ليش لأن فيما بعد أنت من تدرس تراثات الشعوب الأسطورية تجد أن لها صدى يعني هذه الأساطير لها صدى في تلك التراثات فالأجدر بنا نحن نأخذ الأصل وندرسه بعناية شديدة وبرهافة ونستنتج منه يعني أنا مثلا في بداية حياتي كشاب كنت معجب ومهوس بالأساطير الإغريقية لأنها متوفرة ونصنف بشكل جاي وتعبوا عليها الغربيين ووصلتنا يعني لكن فيما بعد صدقني ليس لأني عراقي فيما بعد عندما اكتشفت حصرا الميتيولوجيا السومرية لهلت لهلت كم هي حجم وعمق الأصالة اللي فيها وأدركت أن هذا هو الأصل والبقية تفريعات بكل صراحة رغم أن هناك مواضيع استجدت طبعا لا توجد في الميتيولوجيا السومرية لكن هذا بموضوعية شديدة أقوله وأنا أحد الناس اللي كتبوا كثيرا جدا عن الأساطير السومرية واشتغلت في كتاب الميتيولوجيا السومرية متون سومر كثير كتب عندي حول لأنه لا أشبع من تحليلها الذي ينضح دائما بأشياء جديدة هذا هو الدافع وليس الدافع هو يعني الدافع أنت في المكان في المكان وأبدا يعني ولان أنا مثلا مقبل على فرش كل الأساطير في العالم أعطيها حقها كما هي وفيها امتيازات لا توجد في الديانات الرافدينية فهذا حق الشعوب علينا نفس الكلام بالنسبة لدكتور فراس هل الميتيولوجي السوري أو يعني هل برضو في نوع من أنواع التميز عن الإغريق ولا أنت مختلف مع دكتور خزعل في أن مسألة الميتيولوجي الإغريقي هو الأصل وهو الأقوى وهو اللي تخدم عليه أنا متفق مع خزعل طبعا لكن أريد أن أضيف شيئا الميتيولوجي اليونانية خضعت إلى تحرير وإعادة تحرير وإعادة تحرير أجهدوا نفسهم فيها يعني اجتهدوا الباحثين هناك يعني وش باحثين الذي خضعت لإعادة تحرير أدبية 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 يعني ما يعني هوميروس وحيزيود ما قدموه جاء بعدهم من أعادة تحرير حتى وصلنا إلى ما اسمه في العصر الروماني أوفيد 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 عمل كتاب التحولات سديم يعني بلغت الأسطورة اليونانية حالة الأدب ولم تعد الأسطورة يعني مع أوفيد دخلنا في العالة أدبية صارت أدبا نحن لم يحدث معنا ذلك دكتور لا لا نحن أولا أريد أن أضعي شيء الأخير في التراث المصري لا يوجد أسطورة لا يوجد أسطورة لا يوجد نص أسطوري متكامل عندنا نصوص تقصية لا يوجد أسطورة زيس وزيريس مثلا لا 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 أولا أخذناها أخذناها من هيرادوت من هيرادوت ومن الأخبار اليونانية أخذناها من بعض شذرات النقوص التقصية المصرية في التراث المصري لا يوجد نص أسطوري من أوله إلى آخره كنص أسطوري لم نعثر عليه كنت تقول عن الميثالوجيا السورية الميثالوجيا السورية الميثالوجيا السورية أننا نحن في سوريا نشبه مصر لدينا نصوص ميثالوجية من موقع واحد فقط فقط بكل بلاد الشعب هو أوقاريت مدينة أوقاريت مدينة أوقاريت زهرت في النصف الأول في عصر البروز الوسيط من 1500 إلى 1200 وعطتنا فعلا نصوص ميثالوجية على غاية كبيرة من الأهمية وما زالت تلقى منذ عام 1920 دراسة الباحثين الغربيين حتى الآن هناك كتب جديدة تظهر في دراسة نصوص أوقاريت الميثالوجيا والتقصية يعني ممكن أقول أنه حتى الآن هناك أكثر من 200 كتاب ظهرت في موضوع نصوص أوقاريت لكن خارج أوقاريت ليس لذلك النصوص ميثالوجية ممكن أن تعثر على نصوص تقصية على نصوص إدارية لا في إبلا معظم نصوص إبلا نصوص إدارية وأحيانا نصوص تقصية لا يوجد ميثالوجيا نفس درجة الإعجاب بالسومرية أو الأساطير السومرية هي نفس درجة الإعجاب لا أخذها وصحيح يعني أن هي أول الأساطير المدونة أول الأساطير المدونة المدونة طبعا هناك أساطير كثيرة غير مدونة وتحولت بعدين ودخلت بالأدب الشعبي يعني تاريخ الأسطورة تاريخ طويل لكن المشكلة في الأساطير السومرية يعني كم أسطورة سومرية لديك كنصوص يعني كم أسطورة قليلة نعم يعني أنا معك يعني هي نصوص بكر نصوص أصلية نعم لكن نصوص قليلة قليلة جدا نعم صحيح كلامك ولكن موجودة يعني أسطورة تموز وعشتار عفوا إنانة وديموزي موجودة يعني أعرف أعرف لكن أخو موجودة حتى الطوفان الطوفان نص خصير جدا صحيح 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 زيو سدرة يعني فيه كلام من هذا النوع بضع سطور يعني ليست متكاملة لكنه بعديا هو لأنه التراث البابلي متصل تماما ملتحم الالتحام يعني بالمشيمة يعني مع التراث السومري فاللصوص الكبرى ظهرت في البابليين طوع وهي يعني مواضح لكن أنا كذخيرة يعني لا يوجد لدينا الكثير ولكن كل حتى أشجار الآلهة كلها شجرة سومرية شجرة محكمة يعني أنت تبدأ من نمو وتنتهي بدامو محكمة يعني متسلسلة ودقيقة جدا وربما يعني وأنت تعرف حضرتك أنه سومر ما زالت إلى اليوم يعني دصوصها في المتحف البريطاني لم 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 تفك يعني لأنها بعشرات الآلاف ما زالت عشرات الآلاف لكن النصوص الأذبية معظمة معظمة اهتموا بها اهتموا بها لصليتها بالعهد القديم منذ أن ظهر نص الطوفاء نعم عام 1850 منظم وهناك سعار لدى البحثين الغربيين للكشف عن النصوص الأسطورية يعني ننخرشاج أستاذ الفراج ننخرشاج وإنكي اللي هي اسطورة في دلمون يعني هذه اسطورة طويلة جدا يعني ليست قليلة يعني ملحة كانت تكون ملحمة اسطورية تبدأ من إنكي وننخرشاج في الجنة وتنتهي بموضوع الظلع ومع الظلع اللي هو طويلة جدا هذه الاسطورة اسطورة طوفان يعني هناك نص سوم مريع عن الطوفان اسطورة التكوين هناك شذرات من هنا وهناك في تعويذات وفي غيرها كلها يعني هذه كلها أساطير تعتبر في الأخير يعني لا يمكن إغفالها يعني على أنها هي أصول يعني هذه أصول أنا أقول أصول أوكي أوكي يعني يعني إنانا وديموز على سبيل المثال بس أنا حبيت أضيف إضافة بسيطة يعني أنور سادة المشاهدين في هذا الموضوع الأساطير القديمة وخصوصا الأساطير يعني وادة رافدين وبلاد الشام لم يكتبها شخص إنما هي نضح هي نضح الشعوب يعني هي بكوريتها أنها تمثل اللاوعي الجمعي أو حتى الوعي الجمعي أو البطرة قولها يعني 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 الكهنة اللي يدونوها خلي نقول أو يجمعوها من أفواه الناس ومن أفواه الذين سبقهم لا يكتبون حتى اسمعهم إلا كمدونين يعني هم ليش مؤلفين لكن انظر إلى الأساطير الإغريقية كتبها أو دباء يعني هوميروس وهسيوت اللي هم أكبر قطبين قديمين للأسطورة الإغريقية أو دباء هوميروس لوحده كتب الإليادة والأودسة وهن مصدر الأساسي لأساطير الإغريق وهسيوت عندما كتب إنساب الآلهة وغيرها وحتى فيما بعد بنناسبة أسخل وساهم وساهم يوربيدس المسرحيين ونأخذ إحنا أساطير اليونان من المسرح إذن هي كتبها ودباء وليست نضح شعوب يعني ليست كقطرات الندى هناك كأنه أنت عاصر شعوب كاملة في قطرات صغيرة أنا من دقائق قليلة أو دقيقتين بفعل عايز أعرف واستغل فرصة وجود دكتور خزعل ودكتور فراس شعورك إيه وأنت ترى داعش تدخل على الآثار وأنت باحث في الرواية التاريخية الدينية وفي الحضارات وفي الأساطير وتحطم تلك يعني كان شعورك يعني هو من غريب الصدف أنه أنا والأستاذ فراس في هذه الندوة وإحنا تراثاتنا تراث شعبين يعني تعرض لهذا الأسفر الشديد يعني الحقيقة ستنظر اللحظة كنت حضرتك داخل العراق أو خارج العراق لا أنا كنت خارج عراق عندما حصل تدمير الآثار أولا حتى عندما دخل في البداية يعني مع بداية الغزو الأمريكي العراق عندما نهب المتحف العراقي نهب يعني وتحطمت الآثار وهم ينهبون يعني ثم جاءت حادثة داعش عندما بدأوا يدمرون بشكل منظم الآثار الموجودة في نينوى بشكل خاص وما يجاورها يعني كل ما يروح يعني مثلا الحضر على سبيل المثال دمرت أيضا في سوريا دمرت تدمر فجرت معابد يعني أقول لك يا بكل صراحة أنا كل حياتي قضيتها يعني وأنا وجداني كله بنى على هذا التراث يعني يعني ربما هو كان بالنسبة لي التراث الأساس حتى يعني أني اشتغلت للأسف يعني حقيقة يعني معنوياتي كلها تحطمت وشعرت بالإحباط واليئس وأن يعني أننا لا نستطيع أن نحفظ تراثنا لا نستطيع أن نحفظ عليه يعني لأن أن البس لأنه دمي دقيقة نفس الإحساس قال حضرتك وانت شايف التراث السوري أيضا الدعشيين ولا يمكن لأي إنسان أن يرى هذا التراث يحطم ولا يشعر بالحزن والمرارة والحزن والمرارة والقهر 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 لعدم لعدم أمكانيتنا على حماية هذه الأثى ولذلك أقول دائما أنا يقولون المسلة المصرية موجودة بساحة الكونكورت باريس التمثال الفلاني نيفرتيتي موجود وعندنا أيضا تروح تلاقي أثار موجودة في المتاحف أنا أقول لهم من الأفضل لأثار المنطقة المشرخية أن تكون في متاحف أوروبا وأمريكا لأنها هناك تتمتع بالأمن والسلامة يستطيعون الحفاظ عليها في الخارج ونحن لا نستطيع الحفاظ عليها وأعتقد أننا نحتاج إلى حلقات وحلقات مع ضيفي القامتين العظيمتين دكتور فراس السواح ودكتور خزع الماجيدي أشكركم شكرا جزيلا وما زلنا تاريخ الأديان وحلقة أخرى ويتفكرون وإلى لقاء قدر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة